صباح الخير وده في حياة الأمر برضو بيخلينا نروح ونسأل يعني إزاي بتقدروا أنتوا تستفيدوا من وقتكم ما قبل تحديدا الفطار أو وقت من أذان الفجر وحتى بداية أذان المغرب تحديدا هو ده سؤالنا النهاردة اللي بنسأله إزاي بتعرف تسلس يومك في آخر ساعتين قبل الفطار قبل ما أقول إجابتي كالمؤتاد أسمع إجابة جمال أقول لك يا سيدي في السنين اللي فاتت بصراحة كنت عودة دايما قبل الفطار بيكون بساعد يعني في الإفطار في توزيع واجبات الإفطار لأماكن معينة يعني والله بص للأسف يمكن سن فاتت للأسف الشديد ما لحقتش خالص لكن بساعد بطرق طالية بس ما لحقتش أكون موجودة بنفسي في الإفطار في التجهيز أو في التوزيع وستنادي للأسف يعني برضو نفس الموقف ولكن بحاول على قد مقدر أن أنا يعني في الأيام يعني على الأقل آخر عشر تيام في رمضان أكون موجودة بنفسي بحاول على قد مقدر يعني بحاول أزبط كده الدنيا ولكن عادة يعني إما بقى موجودة في بجاهز مثلا الإفطار أو أو بوزعوا يعني بساعد فيه بشكل موقف شمانة دي إجابة دبلوماسية لا والله ما أنا جاية لك أنا عاوز أعرف دلوقتي جاية لك ما أنا جاية لك أنت ما عرفتش تعملي ده دلوقتي ربماهد عشان بنا يصدر شل جاي سدي إجابة دبلوماسية بتاعة الموزيعين أنا عارفها لا بس والله لا أنت عارف أنا إجابتي صريحة واضحة ومباشرة أنت عارف يعني بالعكسة كنت أقول لك بقى إي سنتين بنزل بقى إي سنة لفترة السنة دي لا أنا أتكلم دلوقتي أنا عاوز أعرف دلوقتي أولي بقولك دل أت مصمم لا بص واضحة والله بص يعني بصراحة رايمة يعني ببقى صليت الدهر الحمد لله وبعدين بصحى قبل المغرب شوية أصلي العصر وقرأ شوية قرآن وبعدين أصلي المغرب لو ماما احتاجتني لو احتاجتني إن شاء الله تحتاجنيش بطلع سعادها يعني بس غير كده لأ ما يعني مكونش بصراحة يعني ده مكيني بصراحة بقاملش حاجة فيمكن ده اللي بعمله قبل الصيام مؤخرا كبان كده يعني من الأول رمضان ده بس عندي شوية حاجات بعملها ما هو ما قبل الفطار بس بورا البيت مشاوير بورا البيت فمش لاحقين نعمل حاجة قوي يعني بنحاول نساعد على قد من نتعرف لما يبقى بتانب تتحرك في كل الاتجاهات هو ده اللي حاصل الشهر ده يعني شكوة الغالبية العظمى تحديدا من المصريين فكرة الله بيقولك الوقت قبل الفطار بيبقى قليل قوي ساعات النهار تحديدا في رمضان بتكون هي ساعات قليلة وساعات ما قبل أو ما بعد عفوا الفطار برضو بتجري يعني حتى دايما يقولك يعني عفوا طبعا بس كل يقولك الوقت في رمضان تحسيني أن البركة فيه بتجري بسرعة وهو لأنه هو شهر كريم ما أنت لو أنت ما قدرتش تستغليه الاستغلال الأمثل بالطبيعي جدا لو فهم الأيام بتجري بسرعة فيه يعني بس أقولك على حاجة لو تعاملنا فيه كما يجب أن نتعامل فيه لا بالعكسر الوقت هيبقى فيه بركة هنعمل كل حاجة بس لأسر بس لأسر بس لأسر بس لأسر أهم نعملش كده بالعكسر يعني الحدي كان يتوقع اللي احنا النهاردة بنقول 12 رمضان على فكرة والله وانت بتقول 12 محيات ربنا وانت بتقول 12 رمضان أنا برضو لسانية كده تخضيت يا 12 رمضان عدة برضو تقريبا نصف شهر الفضيل عدة تب قولي أنت بتعمل إيه بصي أنا متفق معكي تماما في كل اللي أنت قلت ويبدو أن دي سمن رئيسية لا 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 مش الإجابة لديبلوماسية أكيد أنا بحاول لا نستغل وقتي فعلا زي ما أنت ما قلت لكن للأسف بحكم شغلنا في صباح الخير يا مصر يعني مش عاوز أعلق على شماعة البرنامج يعني مشاكلنا كتيرة دي بس فكرة اللي احنا بنصحة تقريبا ما بنلحقش النام يعني احنا بجرد ما بنصلي الفجر احنا بنواصل بعد الفجر اه بالضبط ما بننامش يعني ساعة أو ساعتين حتى لو نمناهم فطبيعي جدا أول بديهي إن الواحد بيرجع بحاول قدر الإمكان اللي الواحد يكون متماسك لحد أذان الظهر عشان أصلي الظهر والحق اللي أنا نام أغبط لي بقى كم ساعة نوم دول لحد قبل المغرب ساعة أو نص ساعة أبتدي إلا أنا أصحى أصلي العصر وأكون مستعدة بقى ومتهيئ لأذان المغرب بس فكرة إلا أنا بقضي بقى الساعة أو الساعتين دول تحديدا أو حتى نص ساعة دي ازاي بدأت من أول الأسبوع أو من نص الأسبوع اللي فات تحديدا فكرة إلا أنا أستغل الساعة أو الساعتين اللي قبل الفطار فإلا أنا أروح الجن لا تصدق انا كانت جات فترة كده كنت بروح للجم قبل الفطار ما بولت لا انا دي حاجة لسه اول سنة اعملها بصرح يعني كنت في السنين اللي فاتت كنت احيانا منزل اتمشى شوية وكانت تمشية تحت البيت كده او في نطاق البيت لمدة برضو ساعة او حاجة قبل الفطار وكان احيانا المغرب يأزن علي اونا برا والناس كانت بتاخد سوابه وبتفطرني في الشارع يعني انت اخل عادات الجميلة بتاعتنا والناس الكتير والخير الكتير اللي بيكون موجود في الشوارع واحيانا بتمشى بالليل بعد الفطار وكان بالنسبة لي الافضل اللي تمشية مع بعد الفطار لاني بحس اللي انا بهض من اللي انا اكانت اه طبعا لكن دلوقتي انا بقى لي تحديدا خمس ايام او ست ايام فكرة اللي انا بحاول اللي انا اروح للجم قبل الفطار رغم الاول موضوع في المشاقة كده او مش قادر اقول لك يعني بهاد نفس بس نعرف انت اقلش بس في الجم يعني بقى الفطار كبان انت عارفوا بعدين انت عارف انا وحش في الجميع يا نهر ابيض انا بتأكده طبعا طبعا انت بالناس اللي فورما مش باين علي يعني احنا اللهم انا صايمين فمشينفع نجذب بس طبعا انت بالناس اللي بتتعصى بقى بالفطار ايه بحاول اتباسد يا بس انت بالناس دي تبقى متعصى بقى بالفطار لا بحاول قدر الامكان اللي انا بصي يعني انا حتى حصل معي موقف من يومين كنت على الاتي ام بحاول اللي انا اسحب وده موقف غريب جدا والله يعني من الموقف الطريفة اللي حصلت لي فانا داخل اسحب فدوس ففي مكانتين جنب بعض فانا دخلت المشيني الاولى لقيت مفهاش ايصال فبالتالي مش هينفع اللي هو يطلع لك في بس سيستم غريب كده يعني في البنك فدخلت خرجت وقفت في المكان اللي جنبها فانا واقف باسأل اللي جنبه فبقول له فلاقيت في سيدة دخلة خلاص من سكان زايد فدخلها وهي الست يبدو عليها الشياكة بس اثار السيوم يعني 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 ربنا يخفر لاوي لينا يعني فدخلت فلاقيت بتقولي هي المكان دي مش شغلة هي شايفاني خارج منها واقف في الطابور اللي ورا وهي لسه دخلة فقلت له لا والله بس هي ما فيهاش ريسيد فمش هتقدر اللي انتي تطلعي يعني ما بتسحبش من اخر قلت له اه فبتكلم مع الولد على المشيني التانية وانا واخد دوري فلاقيت بتأميني ازاي هو انت رايح فين هو انت مش لسه كنت واقف هنا في طابور رجع وقف وراك قلت له طابور ايه يا فن ده انا ادلت حضراتك كنت تسيبك تدخليك كمين طيب ايه قلت له لا لا بعد كده ما تعملش كده قلت له الله بمعيني سؤال اتفضل يعني فوقفت على المشيني وعمالة تتكلم حاجة غريبة جدا يا فن دم انا قلت لحضراتك خلاص ورا خلاص موقف يعني نهاية ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك ازاي بتعرفوا تسلس يومكو في اخر ساعتين قبل الفطار مستنين اجاباتكم ومشاركاتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقة النهار ده صباح الخير والسعادة لحضراتكم جميعا صباح الخير يوم مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة